في مثل هذا اليوم قبل 19 عاما كان الشعب الفلسطيني على موعد مع عملية نوعية للمقاومة بمسدس كاتم للصوت ثأرت الجبهة الشعبية لاغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى فكان وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زائفي الهدف هذا الرد السريع من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تؤكد على خط ومنهج الجبهة الشعبية أن الاحتلال لا يمكن أن تكون يده طولة بدون رد كل تحصينات الاحتلال الأمنية والألكترونية لن تمنع قوى المقاومة من الاستمرار بعملها النضالي والكفاحي وتنفيذ العمليات ردا على كل جرائم هذا الاحتلال كحق مشروع الاحتفاء الفلسطيني في السابع عشر من تشين الأول أكتوبر من كل عام بذكرى اغتيال زائفي يؤكد أهمية دور المقاومة في تثبيت معادلة النار بالنار ردا على الاعتداءات معادلة باتت أكثر أهمية في ظل تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الاحتلال في ذكرى اغتيال زائفي رسالة واضحة للدول العربية مهما حاولتم أن طي صفحة المقاومة وصفحة الصراع مع العدو الإسرائيلي إلا أن الرد يأتي من فلسطين في مناسبة الذكرى هاي بنذكر الدول العربية اللي بتحاول أنها تعمل اتفاقات سلام مع دولة الكيان الإسرائيلي الإمارات والبحرين أن الشعب الفلسطيني له الكلمة والأخيرة في انتزاع حقوقه يعد اغتيال زائفي مرحلة فاصلة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى بات للعملية صداها الخاص الذي يتذكره الكل الفلسطيني 19 عاما وصدا كاتم الصوت الذي وضع حدا لحياة زائفي ما زال يدوي ليثبت من جديد أنه لا بديل عن المقاومة ولا سيما في ظل حالة التطبيع والخذلان العربي لفلسطين وشعبها أحمد شردان غزة الميادين